شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شيل مصر والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لدمج برنامج شيل انكسو بلورر التدريبي المتخصص في تطوير الحلول المستدامة للمشكلات في مختلف برامج التدريب بالأكاديمية وأشهد وزير البترول بالتعاون بين شيل مصر والأكاديمية الوطنية للتدريب التي استطاعت تحقيق نجاح لافت للنظر خلال فترة وجيزة منذ إنشائها في أغسطس 2017 واستطاعت خلال تلك الفترة تحقيق طفرة في مجالات التدريب والتنمية البشرية للكوادر الشابة في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير بيئة تدريبية علمية وعملية جيدة ونخبة متميزة